مطلب ربي مطلب منسؤولي ان شاء الله يفرجوا عليهم وشفوهم هذو الذراري دعوة لم يكن بينها وبين الله حجاب تظافرت الجهود بين عشية وضحاها لإسعاد فاطمة وأبنائها الخمس وصخرت لها الوسائل والأشخاص ليتم نقلها لمسكن يصون كرامتها مودعة بذلك ماضي تعيس لم ترى فيه سوى الحرمان هذرت الصباح الحشية وعشها وعرف ديني كما يقول لك ووقفوا معايا نظرك ما نش متوقع بلي بحاكيفة هذا الدارولي قاموا بي ووقفوا معايا الحمد لله يا ربي بالرجالة اللي ووقفوا معانا وبالرياس وبرئيس الدائرة وكثر خير التبون اللي دارنا الرجالة ووقفوا معانا الحمد لله يا ربي فرجع لنا ولان الله إذا أعطى أدهش فقد أغدق الخيرون على هاته العائلة بمجموعة كاملة من الأجهزة الكهرومنزلية لتكتمل سعادتها الحمد لله ربي وفقناها بشأن هذه العائلة خرجناهم هذا البيت المهترئ وهما العائلة تكون من خمسة أفراد لا تستطيع أن تصادف هذا الترحيل في شهر الأفراح وشهر الاستقلال وشهر عيد الشباب وشهر عيد الأضحى هذه الفرحات تكون الفرحة إن شاء الله مكتملة تضامن واسع ليس بالغريب على أهل النخوة يظهر دائما المعدن النفيس للجزائريين